المفتاح بقى هنقول احنا هندي المفتاح لمين؟ كويس؟ طيب في افكار كده حطتها لما قلت الفكرة قلت طيب ما احنا حلو قوي لو حد قالك اديني المفتاح بتاع البيت مش حد يعني حد قريب قوي لسيق لسيق ولزيز تتصرفي ازاي؟ اول حل انه تبيني لطلب ان المفتاح ده مسؤولية كبيرة جدا وعشان كده امنية اه امنية بتقولي انا امنية صباح الخير يا ماما ناجوة بتقولي المفتاح ده الامان ومش اي حد بينول الشرف ده لان الامان ده اهم حاجة في الدنيا عندك حق انا لسه كنت بقول كده الكلمتين دول انت عندك حق يا امنية اشكرك على الرد بتاعك فممكن قوي انه هتحسسيه انه لا معلش اصل ازا كانت حماتك معلش يا طانت معلش يا نينا اصل المفتاح انا عارفة انك بتحبينا لكن برضو في سنك ده اه صعب ان انا قديلك المفتاح لا تنسيه ولا يقع منك ولا حاجة هي مالهاش ضعب اللي هتقولي كله اول ما هتقولي لها في سنك ده مش عاوزة خلاص وخلصت حاجة تانية لو حسيت ان الكلام العاطفي لو قلتلي انا بحبك قوي بس مش هقدر قولها حاضر انا بس المفتاح بتاعي انا عملاله حاجة لاطيفة قوي عملاله قفل بباسوورد وكمان يوزرنايم تقولك ايه؟ ايوة يا طانت عملاله حاجة لطيفة قفل الكتروني عملاله باسوورد ويوزرنايم وحضرتك لازم تعملي خمسين تاكة تاكتاكتاكتاك تعدي تاكتاكتاك علشان تطلع الباسوورد ولازم حط اسمك فحاروح للراجل وعلى ايه يا بنتي خلصنا مش مهم ابا بعتلك رسالة طيب دا حاجة حلوة قوي اه مشت حالة تاني انك تأجلي للموضوع دا خالص وتقول لها بص يا تانت انا هطلع نسخة بس النهاردة الحد ومعليش المحل قافل وبعدين رحت ستا الصنايا كان نايم وبعدين التالت قال لي والله انا ما عنديش وقت ابني يا عيان يا نهاردة هو الموضوع مش كذب هو دا كله ممكن يكون حقيقي بس انت ما تقدريش ان انت توجيها تقول لها لا مش هديك يا تانت المفتاح خلص دا مش حلو لان دايما العلاقات بتبقى جميلة قوي لما تبقى فيها شوية عواطف عواطف فيها شوية حنية فيها هدوء فيها شوية احترام فيها شوية طب طبا مش دبش كده كويس لو حاماتك بقى اصرت اصرت ان هي تاخد المفتاح عن طريق ابنها فقول لها ومال يا تانت حاضر وانت طبعا بتشتغلي قالوا يا تانت ممكن لو سمحت بس قدت النوم بتسويها لي والدولاب كان مكركب سويهولي وبعدين عايزين ناكل ملوخية ومحشي ورق عناب واحنا جايين حاضر يا حبيبتي عناية اللي اتنين تانيوم قالوا يا تانت انا عايزة بس السلام كركبة خالص 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 والبركيه والبتاع عايزين تعمل وبعدين عايزين شربة عدس وعاوزين محشي كرمب بلاها بقى بلاها سوسو بلاها مفتاع خلص انا مش بقى انا عارفة مين اللي عادي دلوقتي يقولك اه الحق وماما نجوة بتقوم مين لا انا بقولكوا ايه اللي بيحصل وبقولكوا ان هو ده بدل ما يحصل بغلاسة والببنت تقفل اللي هي العلاقة يعني شوية زكاء شوية حلاوة كده ولزازة وشوية وتبقى فكهية او انت تبقى فكهية فده اهم حاجة